هذه المباراة لو بنتكلم في عنوين وبنتكلم في نقاط معينة لازم أول حاجة نوجه الشكر لجماهير النادي الأهلي ليه؟ لأن كل أهلاوي وقف وراء الفريق بدءاً من مباراة الزهاب هنا في استاد القاهرة وامتلاء الملعب بالسعة المحددة وأقصر قليلاً بحوالي خمسين ألف متفرج كان لها مفعول السحر في أن هؤلاء اللاعبين يقدروا يعملوا مباراة كبيرة في القاهرة تساعدهم على نتيجة جيدة في لقاء العودة في بريتوريا وله أتعقد مقارنة ما بين مشهد جماهير النادي الأهلي ومشهد جماهير سانداونز هتعرف أن أنت عندك جماهير كبيرة جماهيرة عظيمة بتعرف وبتقدر قيمة ومكانة النادي الأهلي جيداً ولو بتتكلم في العناصر اللي كلها تأثير كبير على نجاح النادي الأهلي بتكون جماهير النادي الأهلي يا رقم واحد هي الحمى حمى الكيان حمى النادي الأهلي حتى جماهير النادي الأهلي كسفرت من القاهرة إلى جنوب إفريقيا ووصلت صباح أمس الجمعة وحضرت في المباراة حتى لو بعدات قليلة بس الصوت والزئير كان كله من خلال هذه الأعداد القليلة لديتنا انتباه شوية كده عن المشاهد السابقة اللي كنا دايما بنسعد لما بنشوف جمهور النادي الأهلي وراء الفريف في أي مكان مشهد من المشاهد ما ينفعش نعديه وجود جماهير النادي الأهلي موجودة النهاردة في استاد لوكاس موريبي في بريتوريا حتى لو بعدات قليلة لكن بترجعنا لمشاهد السابقة بترجعنا للمشاهد لما كان جمهور النادي الآلي في أقصى التالتة شمال في أستاذ رادس في أقصى التالتة المين في جروة في القطن الكاميروني في أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا الأجيال مباراة الصفاق صف رادس كل الأجيال السابقة وكل الجماهير اللي كانت بداع درازي المباراة النهاردة حتى لو مشهد بسيط حتى لو عرضت بسيط بس رجعنا للمشاهد والذكريات الجميلة فشابو لكل جماهير النادي الآلي على الدور الكبير جدا اللي قامت به خلال هذه المباراة